موسيقى السلام عليكم لماذا تزداد وطيرة التفجيرات مع اقتراب كل انتخابات في العراق من المستفيد من هذه التفجيرات وما الرسالة التي يريد إيصالها هل بات العراق ورقة ضغط بيد قوى إقليمية ذات نفوذ بأذرعها وميليشياتها حيث اتهم عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد من حال سعد المطلبي جهات سياسية بالوقوف وراء تفجير السيارة الملغومة في مدينة الصدر شرقية بغداد مؤخرا ناشطون قالوا ان الانفجار الذي وقع بمنطقة الحبيبية شرقية بغداد نجم عن سيارة تابعة لميليشيا العصائب كانت تحمل عبوات ناسفة خرجت من منزل منفس المنطقة التي حصل فيها الانفجار تزداد وطيرة التفجيرات وكأنها بحسب وصف مراقبين متلازمة مع كل انتخابات في العراق رغم ما وصل إليه الواقع في هذا البلد من انهيار اقتصادي وتداعيات فيروس كورونا والفساد المستشري في العراق فضلا عن التجاذبات السياسية التي تسبق عملية الانتخابات يذهب عشرات القتلى والجرحى ضحية التفجيرات هذه التي يراها مراقبون تقف وراءها جهات سياسية ميليشياوية تحاول تحقيق مكتسبات على حساب دماء الأبرياء لتبقى متحكمة بمقدرات العراقيين نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار كونوا معنا على وقع الانهيار الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا والفساد المستشري في العراق فضلا عن التجاذبات السياسية التي تسبق عملية الانتخابات يذهب عشرات القتلى والجرحى ضحية التفجيرات التي تقف وراءها جهات سياسية ميليشياوية تحاول تحقيق مكتسبات على حساب دماء الأبرياء ناشطون قالوا إن الانفجار الذي وقع بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين إضافة إلى حرق عدد من السيارات نجم عن سيارة تابعة لميليشيا العصائب كانت تحمل عبوات ناسفة خرجت من منزل بنفس المنطقة التي حصل فيها الانفجار فيما اتهم عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطالب جهات سياسية بالوقوف وراء تفجير السيارة الملغومة في مدينة الصدر شرقي بغداد بينما كشف مسؤولون عراقيون في قيادة العمليات المشتركة عن أن تفجير مدينة الصدر كان ناجما عن تفجير عرضي خلال نقل إحدى الميليشيات شحنة من المتفجرات اتهامات متبادلة بين أطراف العملية السياسية وميليشياتهم وكل يلصق التهمة بغيره محاولا تبرئة ساحته استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة لتعود ذات الوجوه إلى المشهد السياسي متحكمة بمقدرات العراق والعراقيين حتى أصبح اقتراب موعد الانتخابات ينذر في كل مرة عن موعد إراقة الدماء أرحب بضيوفي في هذه الحلقة الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الأستوديو مرحبا بك أستاذ نظير الله محييك دكتور حياكم الله وأيضا سينضم إلينا الأستاذ حامد الصرف الأكاديمي والباحث السياسي أستاذ نظير بداية التفجيرات في العراق ليست بجديدة ابتدأت هذه المنهجية بعد احتلال العراق عام 2003 قتل الأبرياء بشكل ممنهج الكثير يتساءل ترى ما دلالات هذه التفجيرات يعني لا أستطيع أن أقول لك شيء جديد في هذا الموضوع الموضوع واضح جدا بالنسبة للمراقب الشأن العراقي وكذلك حتى للشعب العراقي بأن هذه التفجيرات هي تكون مرافقة لقرب وصول الانتخابات فهو تندرج ضمن الرسائل المتبادلة ما بين الأحزاب وكيف إنه كل حزب أو كل تكتل سياسي يبعث رسالة إلى التكتل الآخر من خلال دماء الأبرياء يعني أنت تعلم كما ترى أن هذه منطقة التفجير هي كانت في منطقة ما يسمى بمدينة صدر يعني الثورة سابقا حدث تفجير هناك وهذه هي منطقة هي تابعة للصدر يعني انتخابيا تعتبر منطقة مقفولة للصدريين فجاءت هذه الرسالة أنه في تفجير في قلب هذه المنطقة على اعتبار أنه صدر يطمح أن يفوز برئاسة الوزراء وهي رسالة من باقي الأحزاب ومن باقي يعني رموز السلطة أو ميليشياتها بأن هذا حلم بعيد المنال ولن تستطيع الحصول عليه وبالتالي لربما نجد هناك تفجير آخر يكون بالمقابل في مناطق هي تكون ذات نفوذ للأحزاب الأخرى لكن الغريب يعني أنه هذه الأحزاب ما زالت لحد الآن تستهتر بالدماء العراقية بحيث تجعلها أنه رأسها المتبادلة وتنافسها الحزبي يكون عن طريق سفك دماء العراقيين والحقيقة أنه هذا تصرف سادي يعني وصلت هذه الأحزاب إلى قمة القذارة وقمة الإجرام في أنه تستخدم دماء الأبرياء كرسائل حزبية فيما بينها البعض يعني يتخم إيران بشكل مباشر ويقول هذه المنهجية تقف وراءها إيران من أجل الضغط على المجتمع الدولي بإبقاء العراق وضعه الأمني هش وهي التي تمسك بخيوط ومفاصل العراق هناك يعني أنا أعتقد أن الجارة إيران هي غير بريئة من كل تصرف سيء يحدث في العراق لماذا؟ يعني هو ليس تحاملاً على إيران وليس كل مشكلة نضعها على ظهر إيران لا لأن إيران هي من أسست هكذا نظام وهي مسؤولة عن ما يحدث في هذا النظام بل هي مسؤولة عن أبسط الأمور لماذا؟ لأن التغلغ الإيراني قد وصل إلى أصغر مفاصل الدولة ناهيك عن أكبر مفاصل الدولة وبالتالي فإن هذه المنهجية منهجية الصراع عن طريق سفك الدماء منهجية إحداث الصراع من خلال قتل رموز دينية أو تفجير مراقب هذه كسياسة هي سياسة إيرانية وبالتالي أذنابها عندما ينفذون هذه الأجندات بل ويبدعون من عندهم بما لا يخرج عن الإطار الذي رسمته إيران هذا يدلل على أن البصمة الإيرانية واضحة في كل حدث أمني يحدث في العراق وأنا أعتقد كانت إيران تبتغي من جعل الحالة الأمنية مضطربة في العراق لها مصالح كبيرة من هذا الشيء وكذلك جعل الأرض كالنار تحت القوات الأمريكية لكن في حاليا الآن هو التواجد الأمريكي بالأصل أصبح ضعيف وحتى هذا التواجد الضعيف الآن بدأوا يغيرون طبيعته إلى متدربين ومستشارين لكن في هذه الموجة الجديدة من التفجيرات هي لا تستهدف خلق بلبلة للأمريكيين إنما لا إعادة ترتيب موضوع الحكومة القادمة موضوع الصراع الحزبي ما بين الأحزاب الشيعية هو هذا الهدف المرجو من هذا الافجار وما خلفه يعني هذا فيه اعتقادي نعم أرحب بالأستاذ حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي انضم معنا عبر سكايب من أربيل أستاذ حامد مرحبا بك أهلا وسهلا سلام عليكم جميعا أهلا بك أستاذ حامد لماذا برأيك تأتي التفجيرات متلازمة مع كل انتخابات في العراق بالبداية شكرا جزيلا على استضافة رمضان كريم على الجميع كل عام والتحية لكم ولضيفكم الكريم الحقيقة الانتخابات أو ما يسمى بالديمقراطية السياسية التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت الآن فشلها بشكل واضح لأنه الديمقراطية والانتخابات هي حرية الشعوب في اختيار مبثليها وحكومتها وبرلمانها ومستقبلها ورسم ملامح هذا التقدم والازدهار بطريقة سلمية إلا أنه الحقيقة منذ 2003 أو إذا عدنا إلى الانتخابات الأولى يعني في 2005 أو 2006 الاستفتاء والانتخابات الأولى الحقيقة أثبتت العملية هذه فشلها الدرية لأنه لا توجد حقيقة عملية انتقال سلمي للسلطة أولا هناك تهديدات وهناك ميليشيات مهمة على سلطة القرار السياسي والأمني والعسكري حتى إلى حد معين إضافة إلى ثروات البلد الآن أصبحت منهوبة ومسيطرة عليها منكمل هذه الأذرع الميليشيائوية لدول الجوار عموما وخصوصا لإيران وأيضا للقلالات المتحدة الأمريكية ليست بريئة بالنتيجة من كل ما جرى يعني بنتيجة المبدأ الفوضى الخلاقة التي أدت بعد 18 سنة إلى هذا الانهيار الكبير في البنى التحتية في العراق إلى سرقة التهوات الحقيقة التنافس هو تنافس شديد تنافس ليس بإرادة عراقية ما على الأسف الشديد نقول أنه هناك قرارات هناك سلطة قرار خارج الحدود هي التي تلعب لعبة الحقيقية التخريبية الآن نتيجة أيضا منافسة ونتيجة أيضا المفاوضات أقليمية دولية نشوف أن الملف النووي الإيراني الآن يعني أعيد على طاولة المفاوضات بطريقة أربعة بدل خمسة زائد واحد هذه قضايا الحقيقة بها سباق لحول تحقيق بعض النقاط طرف على طرف آخر والضحية هو بالنتيجة الشعب العراقي لا قادر أن يختار موثلي في البرلمان ويختار حكومة التي تتمثل طموحها ولا قادر يستقر لأنه الميليشيات تأبث بمخازن أسلحة الآن وعتاد امتلأت على آخرها في مناطق سكنية الآن أيضا نشوف سلطة القرار العراقي أيضا صودرت لأنه المستوى المعاشي في العراق الحقيقة هابط جدا ولذلك تطويع بعض الشباب بشكل أو بآخر نتيجة الحاجة الماسة إلى استمرار الحياة نتيجة أيضا غسل أدمغت بعض الشباب في قضية طائفية مقيتة لم تأتي بخير على العراقيين هذه الحقيقة هي لمحة سريعة على كل ملخص ما يجري الآن بالعراق الانتخابات فاشلة بالدليل أنه ما جرى خلال الانتخابات الماضية أربع انتخابات وهذه الانتخابات التي يفترض أن تكون مبكرة وأنا أشك في أن تجرى في موعدها نتيجة هذه الأوضاع كلها أثبتت أن هناك تقاسم للسلطة والمغانم هناك محاصصة مقيتة لا توجد هنا لا توجد في اختيار حر وعادل ونزيه لمبثلي الشعاب من قبل العراقيين عزوف عن مشاركة بالانتخابات 20% كان هناك أو أقل من 20% مشاركة في الانتخابات التي جرت في أيار 2018 فماذا ننتظر من هذا النتائج الآن سوى أنه تصعيد حدة التوتر وحدة الصراع على السلطة نعم ابقى معي لو سمحت دكتور حامد الصراف سأعود إليكم مرة أخرى سأل نظير عندما كانت تحدث التفجيرات منذ يعني لو نقول قبل عدة سنوات تخرج تظاهرات من الشعاب مطالبة بإعدام معتقلين طبعا هي بتحريض من قبل أحزاب السلطة يا ترى البعض يتساءل ماذا لو يعني نعمل مقارنة ما بين ما يجري الآن من تفجيرات بحيث يخرج جميع المتضاخرين من الشعب منادين بإسقاط النظام وكذلك متهمين الصدر ومتهمين قيس الخزعلي لو عملنا مقارنة مع ما جرى في السنوات الماضية من إعدام أبرياء دون محاكمة بدعوى أنهم من يقف وراء هذه التفجيرات كردة فعل انتقامية كيف تنظر إلى الحالتين؟ الصحيح نعم يعني هي ملاحظة في غاية الدقة وأنا يعني أتحدث وأنا فرحان جدا لماذا؟ لأنه دلالة على أن الشعب العراقي وخاصة الشباب منهم وصلوا إلى مرحلة من الوعي بحيث لا تستطيع هذه الأحزاب أن تمرر أكاذيبها وفتنها إلى هذا الشعب العراقي يعني تتخيل أنه بعد ما حدث التفجير بعد ساعات من هذا التفجير خرجت تظاهرات شبابية في نفس المنطقة تنادي بسقوط الأحزاب وتنادي سلبا بالصدر وبقيس الغزعلي وبحركة النجابة وغيرهم من الميليشيوين يعني ألا تستغرب؟ يعني هذا الأمر لو حدث قبل مثلا ثلاث سنوات أربع سنوات لما كان هذا رد الفعل لكان رد الفعل مباشرة فسيكون طائفي وبدفع من هذه الأحزاب لكن الأحزاب الآن فشلت في حتى خلق فتنة طائفية جديدة التي كانت تحدثها قبل كل انتخابات وحتى أن أمروا داعش بأن تصدر بيان بأنه هي المسؤولة على هذا التفجير ومع ذلك لم يحرك شيء عند هذا الشباب العراقي الآن هناك صحوة عند الشباب العراقي صحوة وعي صحوة فكر وكل هذه الخدع التي تقوم بها الأحزاب لا يمكن أن تنطلع عليهم يعني بحيث أنه حتى الآن تم اعتقال هؤلاء المتظاهرين يعني بعض من هؤلاء اللي خرجوا تحدثوا بالسوء من هذه الأحزاب ومن قادتها الآن بعض المعتقلين والآن توجد تظاهرات لإخراج هؤلاء المعتقلين لأنهم عبروا عن رأيهم بهذا التفجير ومن يقف من خلفه حقيقة العراقيين برأي أنهم تجاوزوا مرحلة الصراع الطائفي الآن العراقيين لا سيما منهم الشباب يتعاملون من منطلق الوحدة الوطنية وكل هذه الإجراءات التي يقوم بها النظام لن تنجح في إعادة الفتنة الطائفية التي استفادت منها هذه الأحزاب أنا أرى أنه يعني بالرغم من هذا الخراب الموجود في العراق لكن أراهن على هذا الوعي أعتقد أن العراق بدأ يتعافى لا ننظر إلى الخراب المادي الموجود في البلد ولكن أنظر إلى العمران الذي موجود في عقول وقلوب هؤلاء الشباب يعني أكثر من سنتين لم نرى أي شعار طائفي لا من جانب الشيعة ولا من جانب السنة ولم نرى أي مؤشر يدلل على أن هناك احتقان طائفي ما بين الشعب بل الطائفية موجودة فقط ما بين السياسيين الظاثر العاني والكعبي وواحد يتراشق ويأللخ بالشعارات الطائفية تراشق فقط إنما المصالح مشتركة صحيح فعلا هنا مصالحهم مشتركة لكن على المستوى الشعبي أنا سعيد جدا بهذا التطور النوعي الذي جعل الشعب العراقي يتعافى من فتنة الطائفية ويتصرف وكأنه كيان واحد لا ولاء غير الوطن ولا ولاء لأي حزب أو طائفة أو قومية عدا الولاء إلى الوطن وهذا طبعا تطور إيجابي نطمح أن يبنى عليه لتأسيس نظام سياسي جديد غير هذا النظام الطائفي الفاسد نعم دكتور حامد الصراف كيف تقرأ ردود فعل الشعب العراقي تجاه هذه التفجيرات التي هي بطبيعة الحال من نفذها أو يقف وراءها يريد إذكاء الفتنة الطائفية والدليل على ذلك أن هناك جهات إرهابية بين قوسين يعني أعلنت تبنيها هذه التفجيرات هو التجربة الماضية الحقيقة وخصوصا تجربتنا كشعب عراقي وطليئة الشباب التي خرجوا في الأول أكتوبر 2019 في ثورة تشرين المباركة الحقيقة أدركوا قبلها من سنوات أنه هذه اللعبة سوف لد تنطلي على أحد لعبة الطائفية وتأجيج المشاعر الطائفية المغلقة لدمرت البلد الحقيقة طبعا بعوامل خارجي وعوامل أيضا نتيجة نمو الطبقة الطفيلية التي سلبت مشاعر العراقيين الحقيقية في الدين والإيمان واستغلت الدين لأغراض تجارية الحقيقة بهذا الشكل أو ذاك هذه انكشفة اللعبة الحقيقة سوف لا يمكن إعادتها مرة ثانية إلى الساحة مثل ما تفضل ضيفك الكريم أنه بالعكس أنه تصاعد لشعور وطني حقيقي عراقي لا يوجد منزخه إلى الفاول الآن شيء اسمه لا انفصال ولا تكتل ولا مشاعر معادية معادية للمشاعر الوطنية لأنه المصيبة والأزمة التي يمر بها النظام الآن الحقيقة وحدت العراقيين القتل على الهوية بسنوات كثيرة انتدت لحقبة لعقد من الزمن تقريبا هذه أيضا فشلة فشل ذريع الآن قضية النزوح وغيرها يعني الكوارث اللي مرت بالعراق الحقيقة يعني كفيلة بأن ترجع العراقيين إلى سابق عهدهم في اللحمة الوطنية والتآخي والعيش بسلام ووئام بعيدا عن هذا النظام هذا النظام يجب أن ينتهي حقيقة لأنه هو اللي أتى بكل الكوارث اللي ذكرناها لوحد أكثر هو النداء الكبير الآن المهم في قضية القصيان المدني ردا على الانتخابات اللي مسبقا عرفت أنه مزيفة متلاعب بيها سيكون فيها الفصل لقوة السلاح نتيجة المنافسة الموجودة من قبل هذه الأحزاب وميليشياتها وشفناها الحقيقة ورح نشوف المزيد منها مع الأسد الشديد أن استمرت الحال على ما هو عليه الآن لذلك الشعب يجب أن يقول كلمته النهائية بأن يرفض هذه الانتخابات أو يطالب مجلس الأمم بالتدخل يعني هناك الحقيقة لا نعول كثيرا لكن هناك منظمات دولية يجب أن تعمد إلى حماية الشعب العراقي مما يمر به لأن هذه البديشيات الحقيقة حرقت الأخضر والذيابس كما يقال وأخذت كل التروات وأخذت كل مفاصلة دولة سميت هناك دولة فلذلك القرار يجب أن يعود إلى المنظمات الدولية لحماية الإنسان الشعب العراقي هو اللي يلعب دور رئيس بهذه القضية محاكمة هذه الطغمة الفاسدة التي هيمنت على السلطة منذ 2003 لغاية الآن أيضا هذا اسلوب واضح ورادئ لكل من تسول له نفسه بأن يتلاعب ويتمادى في العبث بمقدرات هذا البلد الشعب العراقي والشباب مهيئين أنا أعتقد منه إذا مؤعد الانتخابات اللي لم تلغى أو تؤجل أو يحدث تغيير الحقيقة نتمنى أن تشكل حكومة إنقاذ وطني بتدخل دولي ومباركة الأحزاب وخصوصا التي ساهمت بشكل وطني لدعم انتفاض التشرين المباركة هذه حلول الحقيقة موجودة على الطاولة الآن مثل ما قلت الحراك عراق قوي الآن في العراق في الوسط والجنوب وحتى هناك تملم الحقيقة في الدول المقيمين بها العراقيين يعني الجاليات العراقية الآن أيضا تنشط بهذا الجانب ونشوف أيضا قضية محاكمة رئيس المزارع السابق في باريس أيضا تلقى دعم وتأييد من قبل شراح اجتماعية سواء كان في الداخل أو الخارج هذه تفتح صفحة جديدة الحقيقة لأن هذه المرحلة الحقبة اللي برى بها العراقي بأن تحاكم بأكمله برغمتها على ما ارتكب من قبل الطغمة الفاجلة أنا اللي أعتقد أنه مثل ما اتفضل أيضا زميل في الاستوديو المستقبل يعني ينبأ باستشراقة جديدة للعراقيين أن يرسمون يرسمون ملامح المرحلة القادمة بأنفسهم ينتهي هذه المرحلة تنتهي هذه الطغمة الفاسدة إلى مزملة التاريخ ونعيد ترتيب أوضاعنا على أسس وطنية سليمة نعم ابقى معي دكتور حامد سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ نظير سعد المطلبي عضو لجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد اتهم جهات سياسية بالوقوف وراء تفجير السيارة المفخخة في مدينة الصدر أصبح الأمر أن الاتهامات من داخل العملية السياسية لأحزاب في العملية السياسية المشكلة أن الأمر في تفجيرات هذه الظاهرة هي متواصلة منذ عام 2003 وإلى الآن لم يتدخل المجتمع الدولي لإيقافها وضع حد لها ولكن في الأولى الأخيرة خصوصا بعد ثورة تشرين هناك حديث متوالي ومتواتر عن ربما يحاكم المتسببين بقتل المتضاخري لاحظنا مؤخرا أن هناك حديث عن محاكمة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في باريس هل هذا الأمر ربما يكون الباب للمطالبة بحماية حقوق الإنسان في العراق وضع حد لقتل الناس وضع حد لهذه التفجيرات التي تحصل يعني أنا أرى تصريح هذا السياسي حول التحميل المسؤولية إلى بعض الأطراف السياسية هو لم يأتي بجديد هو الشعب العراقي جميعه يعلم بأن هذه التفجيرات مسؤولة عنها أحزاب سياسية ولا علاقة يعني لأول مرة الإرهاب بريء من الإرهاب يعني لا علاقة الداعش ولا إلا علا إنما هي صراع ميليشياوي صراع ما بين هذه الأحزاب لتحضيرا للانتخابات القادمة هذا الأمر ليس بجديد منذ 2005 وحتى الآن التفجيرات قبل كل الانتخابات تحصل التفجيرات الإرهابية هي كانت لمصالح سياسية يعني سواء كان تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش أو الميليشيات التي هي بالعلن توالي هذه الأحزاب والأحزاب توالي إيران كان الصراع بينهما على المكشوف والمصالح هي مصالح سياسية يعني إذا أنت كنت تريد أن تسقط منطقة سنية وتحدث تغيير ديموراثي لكي ترفع رصيدك الانتخابي ماذا تفعل؟ تأتي بعصابات من تنظيم القاعدة والآن أصبح تنظيم داعش تضرب مناطق شيعية من انطلاقا من مناطق سنية وبالتالي يكون مبرر للميليشيات بالدخول إلى مناطق السنة وتهجير أهلها من هذه المنطقة يعني كان هذا السيناريا معروف ومتكرر من طيلة 18 سنة والآن ما يحدث في حزام بغداد نفس الحالة الآن أصبح فرية جديدة اللي هي إقامة مشاريع يأتون بتهجير بعض سكان القرى والعشائر بحجة أنهم لديهم مشروع استثماري كبير يحتاج إلى آلاف الدونامات وهذا يعني شكل جديد من التغيير الديمغرافي أما إشارتك على موضوع يعني ما هو الموقف الدولي ويجب أن يكون له موقف وأمام هذا هناك مطالبة لمجلس الأمن للتدخل لكن أنا يعني برأيي شخصي يعني الحقيقة لا أرجو كثيرا بمجلس الأمن أو المنظمات الدولية أن تكون أو يكون لها دور فاعل في إحداث تغيير حقيقي لوقف هذا القتل في العراقيين يعني لم تكفيهم 18 سنة للتدخل الإيجابي في نصرة الشعب العراقي الآن ممكن يتدخلون أنا أعتقد مجلس الأمن يعني أو أي منظمة دولية هي عبارة عن مساهمات للدول الكبرى فيها وهذه الدول الكبرى إذا لا تجد مصالحها في العراق تتحقق من خلال تدخلها فهي لا تتدخل يعني وليتسفك الدماء العراقيين ماذا سيهم الولايات المتحدة ماذا سيهم روسيا أو بريطانيا أو الصين لا يهمها شيء لكن إذا تضررت مصالحها هو هذا ما يهم هذه الدول وهنا يعني أوجه خطابي إلى شعبنا العراقي الحقيقة أن التغيير في العراق لا يقوم على أيدي أمريكية ولا صينية ولا روسية التغيير الحقيقي هو بأيدي شعبنا بأيدي شبابنا وحتى انشلت القول بأن لا يوجد تغيير ثوري في بلد ما إلا وكان له مساندة خارجية ونقول هذا إلى حد ما جزء من الصواب ولكن كيف تفرض على دول العالم أن تتدخل لنصرتك من خلال العزف على مصالحها ومصالح هذه الدول يكمن بما لدينا من موارد يعني الشعب العراقي إذا ما فكر في قطع الإمتادات النفطية على العالم برأيك كيف سيكون السوق العالمي النفطي كيف سيكون رد فعل دول المستهلكة لهذه المادة الحوية أستطيع أن تسمح الولايات المتحدة بجيشها وقواتها أن يقوم الشعب العراقي بضرب المصالح سيقوم أخي الكريم يعني لا ننظر إلى الأمريكان كبعبع كبير من الذي يتحكم بالمشهد في العراق أصلا؟ يعني أنا أقول لك يا أخي القوات الأمريكية بعظمتها يعني وبقوتها وصلت إلى أكثر من 150 ألف جندي في فترة من الفترات داخل العراق وكانت المقاومة تدخل فيها وتقتل فيها والآن يعني كم أمريكي يوجد لا يتجاوز العدد 2500 جندي وهم كما يقولون يعني مهامهم مهام استشارية يعني التواجد الحقيقي الأمني في العراق تمسكه الميليشيات والميليشيات لا تستطيع أن تصد إرادة الجماهير الجماهير قادرة على فعل كل شيء ولكن أنا أقصد أنه يجب لهذه الجماهير أن يكون لها بالإضافة إلى هذا الوعي الذي تحمله يجب أن يرافق وعي سياسي وعي استراتيجي يعرفون كيف تقطف الثمرة يعرفون من أين تأكل الكتف كل هذه التوحيات التي يقوم بها شعبنا وهي يعني محل تقدير واحترام من جميع العراقين ومن جميع العالم ولكن إذا ما استثمرت بشكل سياسي محنك يستطيعون الوصول إلى الأهداف التي يريدوها بأقصر وقت وأقل تضحيات يعني لو وجهوا جهودهم في منع تصدير النفط العراقي لو وجهوا جهودهم في قطع المعابر الحدودية مع الدول المجاورة لا استطاعوا الوصول بهذا النظام إلى مرحلة الشلال ومرحلة السقوب أنا أوصف النظام العراقي هو عبارة عن مجموعة من العصابات تبيع النفط ثم تقتسم الأموال هذه الحقيقة يعني هذه العصابات إذا لا تستطيع الآن تبيع النفط لكي تقتسم أموالها لن يكون لها مصدر قوة ولن يكون لها شيء يوحدها بل ستجد أنهم فيما بينهم يتصارعون على الفتاة الذي يتبقى من موارد هذه الدولة أنا أتمنى من شبابنا ومتظاهرين أن يكونوا أكثر حكمة في توجيه ضرباتهم بهذا النظام في توجيه تظاهراتهم في الحملة المعنوية التي يرفعون بها يعني معنويات الشعب العراقي وحثه على الخروج والتظاهر والوقوف أمام هذا النظام الفاسد نعم أستاذ دكتور حامد الصراف البعض يقول بأن العراق الآن ومنذ 2003 هو واقع ما بين المطرقة الإيرانية والسندان الإيراني والسندان الأمريكي إلى أي مدى ترى أن مراحل الخروج من هذا النفق من هذه الأزمة المرعبة التي أودت بجميع القطاعات في العراق من قطاع زراعي وقطاع صناعي وكذلك حتى قطاع النفط والطاقة الذي أصبح بيد الميليشيات وعمليات التحريب وما يجري في العراق من اختناقا اقتصادي إلى مدى ترى أن الحلول هي بيد الشعب العراقي فعلا الحقيقة الأزمة الاقتصادية والأمنية والعسكرية وحتى الأزمة السياسية النفسية الآن والتفكك اللي جمعتهم أمريكا قبل 2003 في مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين يعني هذه المعارضة لم تعود الآن كما كانت سابقا بالتأكيد لأنه مصالحة الآن في تناقض مستمر وفي صراع وصل إلى صراع مسلح بالتأكيد هذه القضية انتهت يعني هذه تعبق من أزمة النظام والنظام عندما يعيش أزمة لسنوات ليست جديدة لكنه مدراكمة وصلت إلى حد أنه حالة أشبه بالإفلاس أو مثل ما يقول قلة الموارد المالية نتيجة أزمة أسعار النفوط والكورونا والأزمة الاقتصادية والسرقات والسرقات الثروات وحاجة العراق العراقيين كشعب حاجته ووعيه الآن المتصاعد إلى قضية إعادة الإعمار إلى قضية حقوقه المسلوبة إلى قضية استباحة البلد بأكملة هذه الحقيقة بعد ثورة تشرين في 2019 اتجسدت الآن بشكل واضح أزمة للنظام ووعيه متصاعد ونضوج واستنهاض همم لدى العراقيين بالتأكيد هذا الصراع لا بد أن إذن هناك مشكلة في الاتصال مع الدكتور حامل صراف إلا أن نعود الاتصال بالدكتور مرة أخرى على شيء بشكل جيد متواصلين معكم مشاهدين الكرام والسؤال إليك سيد نظير الكندوري فيما يخص موضوع التفجيرات ودلالاتها وهناك دعوات إلى اعتصام شعبي من أجل وضع حد هذه المهازل في العراق من اختناق اقتصادي من تأثيرات كبيرة لنخذ الجانب الاقتصادي والجانب الأمني نعم أنا سمعت أنه أعتقد سيكون هناك تظاهرات كبيرة في يوم 25 خلال هذا الشهر وهذا ليس مستغرب لأن ثورة تشرين الحقيقة هي ما زالت مستمرة وأعتقد أن ثورة تشرين لا تتمثل بأنه وجود مجامع من الشباب في ساحات معينة من ساحات الوطن الثورة الحقيقية هي ما أحدثته في طريقة تذكير الشاب العراقي في طريقة العراقيين جميعا ثورة تشرين خلقت الأمل بأن هناك إمكانية لتغيير الحال العراقي من هذا الحال السيء إلى حال أفضل هذا الأمل وهذه القوة الموجودة في صدور الشباب لا بد أن تثمر قابل الأيام وأنا أقول تواسيا مع شبابنا أقول أن الثورات ليس أمرا طبيعيا أن تنتصر خلال أيام وتنتصر خلال ربما أشهر وفي رأيي من الثورات التي تنتصر بهذا الوقت القصير ربما ستنقلب عليها النظام السابق ويعيد أستاذ نظير ماذا عن الموقف الأمريكي مما يجري فيه العراقي يعني الأمريكيون عندما دخلوا واحتلوا العراق ودمروا البلد كانت بمبررات ساقوها إلى العالم بنقل الديمقراطية وإحقاق الحقوق للعراقيين ترى بعد ثماني عشرة سنة الآن دوامة التفجيرات مستمرة دوامة القتل مستمرة قتل الأبرياء ابتدأوها بقتل العلماء والنخب والآن عمليات الفوضى ونشر السلاح والفوضى الخلاقة هل ترى أن ذلك من ضمن سياق وأهداف الاحتلال الأمريكي؟ والله أنا قبل أيام كتبت تغريدة وأعتقد بمعناها قلت لا يوجد أغب من الأمريكان سوى من جلبتهم لحكم هذا البلد يعني الحقيقة يعني الولايات المتحدة وطيلت هذه الفترة منذ الاحتلال وحتى الآن يعني ثبتت بأنها دولة غبية استراتيجيا لأن هي كانت من خلال احتلالها العراق تهدف لأهداف كبيرة وشرق أوسط موالي لأمريكا بالكامل ونقل تجربة ديمقراطية ستكون بؤرتها في العراق وتنتشر إلى باقي البلدان والذي حدث حدث أنهم سقطوا النظام السابق ثم قدموا هذا البلد إلى إيران لتحكمه وتستنفذ موارده وتعيث به فسادا فأين الحكمة فيه؟ يعني كل فترة من الفترات نقول أن الولايات المتحدة تبتغي من عملية هذا خطة أكبر ومصلحة أكبر ثم بعد ضبعة من السنين يتبين أنه كانوا على غضاء وسذاجة سواء حكومة جورج بوش هو المحتل أو حكومة أوباما أو حكومة ترامب وحتى حكومة جو بايدن أما جو بايدن فالمصيبة أكبر من كل الرؤساء السابقين الآن جو بايدن يحاول أن يتخلص من لعنة العراق بأي شكل من الأشكال سواء من خلال إعطائه لإيران أو عقد اتفاقية نووية ونصب عينا هي مشكلة مع الصين ومشكلة مع روسيا يعني الآن تسمع في موضوع أوكرانيا وموضوع الصراع الموجود فيها بل الأمور تصل إلى مرحلة اندلاع حرب نفس الحال مع الصين هناك مشكلة يعني بسبب جزيرة تايوان ولذلك يجد جو بايدن نفسه يريد أن يتخلص من كل ملفات الشرق الأوسط ليتفرغ لهذه لذلك نحن لا نراهن على الموقف الأمريكي ونعتقد موقف الأمريكي هو موقف سلبي تجاه الشعب العراقي وليس موقف إيجابي نعم دكتور حامد الصراف بالعودة إليكم مرة أخرى هل بات العراق ورقط ضغط بيد إيران من أجل تحقيق ما يتطلبه أو تتطلبه مكتسبات الملف النووي هذا صحيح طبعا هو ساحة الصراع الحقيقية المباشرة الآن أو الخط الدفاع المهم بالنسبة لإيران هو العراق يعني شيئنا ما بينه هذا واقع حال جغرافية جيوسياسيا يعني بصورة عامة وتاريخيا أيضا لكن الشعب العراقي مثل ما قلت أنا الحقيقة قبل انقطاع التصال بيكم قلت أن الشعب العراقي وعى إلى هذه الحقيقة والآن الشعب العراقي بعد ما فقد هويته الوطنية الحقيقة نتيجة ضغوط كبيرة نتيجة المشروع الأمريكي بالغزو وتدخل نفوذ إيران بشكل كلش واضح ودقيق وتفصيلي على كل مرافق الحياة في العراق الآن العراقيين أصبحوا حقيقة مدركين تماماً لكل المعطيات خلال 18 سنة لذلك استعادوا الآن جزء من هويتهم الوطنية ومثل ما ذكرنا بالبداية قضية المشاعر الوطنية هي الآن الصاعدة على السطح يعني متصاعدة الآن وأنا الحقيقة أيضاً متفائل في هذا الجانب أنه الآن تتحدث مع كل شراح المجتمع العراقي وطبقاته ومكوناته وطواعفه تشعر أنه العراقي الآن انتبه إلى أنه هذا البلد يجب أن يجمعنا ما يفرقنا يجب أن يكون هناك فعلاً وحدة وطنية حقيقية يجب أن يكون هناك تآخي يجب أن نخرج تماماً من مأزق التلاعب بمقدرات بلدنا يعني إذا كان من قبل الدول الإقليبية وإذا كان من قول العظمى يعني أبيرك وغير أبيرك لذلك أنا أعتقد فشل المشروعين الإيراني والأميركي الآن قاب قوسين أو أدنى لذلك نحن نركز على هذه الحقيقة وشبابنا الآن برفع المستوى التعبئة الشعبية العامة لأن يصدون إلى هذه القضية زائد أنه يفوتون الفرصة على الطبقة السياسية أن تستثمر بعض الأمور في شراء بعض الذمن نتيجة الإدعاء بتغيير يعني مجمل العملية السياسية وهذا طبعاً أمر كاذب مزيف عاري عن الصحة لا يمكن أن هذه الطبقة السياسية تقوم بأي عملية إصلاح أو تغيير جذري مثل ما ينشد الشعب العراقي الشباب يريدون تغيير جذري حقيقي زالت الطبقة السياسية بأكملها ثم السير بعملية سياسية جديدة وبناء مؤسسات دولة حقيقية دولة مواطنة وليست دولة كتل سياسية وميليشيات وعصابات جريمة منظمة وموافيات فساد هذا هو الحقيقة لأدرك الشعب العراقي وإحنا متفائلين في أن نسير بهذه الخطأ حثيثاً نحو تحقيق أهداف أهداف ثورة تشرين المباركة إن شاء الله شكراً لك دكتور حامد سيد نظير كيف تعلق في دقيقة واحدة يعني أنا أقول أن بعد ما وصل الشعب العراقي وبالأخص شبابة إلى هذه الدرجة العالي من الوعي أقول أنا لهم الأوان للانتقال إلى المرحلة القادمة مع استمرار تظاهراتهم الاحتجاجية واستمرار إحراجهم للنظام يجب أن ينتقلوا إلى مرحلة المؤسساتية وما أريد أن أوضحها إنه على المتظاهرين الآن تشكيل برلمان وطني ثوري ومن خلال هذا البرلمان تنبثق من خلال حكومة عراقية مؤقتة تدير مرحلة انتقالية الحقيقة أن كل هذه الثورة العراقية إذا لم يكن لها تمثيل شرعي سياسي يستطيع التكلل نيابة عن الشعب العراقي لا يستطيعون استثمار هذه الترحيات وهناك حاجة حقيقية أنه تكون هناك حكومة وطنية تكتسب الشرعية لتمثيل الشعب العراقي لكي تضرب على أي قرار من النظام العراقي يعني كما تعلم النظام العراقي إذا انقطع تسدير النفط سيعمد على استقراض الأموال والحكومة العراقية المؤقتة يجب أن تقطع هذا الطريق وتقول أن هذه القروض الشعب العراقي ليس له علاقة بها ولن يسددها حين ذاك البنوك سوف تحجم عن إقراض النظام العراقي وسيكون سقوطه حتميا في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الأستوديو وشكرا جزيلا لكم دكتور حامل أصرف الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا عبر سكايب من أربيل شكرا جزيلا لك ولك الأستاذ نظير في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله اشتركوا في القناة